اشتركوا في القناة وسمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أضاف المتحدث الرسمي أن لقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إذا أكافت القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل بهدف توحيد الرؤى والتحركات ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي كما هنأ السيد الرئيس وسمو ولي عهد أبو ظبي جلالة ملك الأردن على ناجح العمليات الجراحية التي أجرها مؤخرا متمنين له دوام الصحة والعافية فيما آرب جلالته عن شكره وتقديره للمشار الأخوية الطيبة التي أبداها شقيقه المصري والإماراتي وقد رحب السيد الرئيس بالشقيقيه الأردني والإماراتي ضيفين عزيزين على مصر معرما سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان السلساء على المستويات الرسمية والشعبية فضلاً عن التشابك الحضري الممتد بينها ومؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات والانطلاق سوياً نحو أفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس العلاقات الممتدة وتحقيق المصالح المشتركة وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك كما شهدت المباحثات كذلك استعراد آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات عمليات السلام في الشرق الأوسط وتنسيق القائمة بين دول السلاس في هذا الإطار كما تم تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الدولية خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والدور العربي في هذا الصدد حيث تم تأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية وعقب انتهاء اللقاء استحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيوف مصر الكرام حيث قام سيادته بتوديعهم بسلامة الله موسيقى